تفسير الكتاب قال قدس بإلهة الله لي يستطع اليهود تجاوز حقيقة يسوعال سيح أطلق على نفسه أس خبز الحياة وحاول السخري نهو بكل الوسائي النقطة لي يستطع اليهود تجاوز حقيقة يسوعال سيح أطلق على نفسه أس خبز الحياة وحاول السخري نهو بكل الوسائل في هذه الأثناء كان يسوع س ألف على قول الحقيقة عن نفسه حتى لو رفض نتقده قبولها قال اليهود أليس هذا هو يسوع ابن يوسف الذي نعرف أباه هو فكيف يقول نزلت نون ألس آآ فأجاب يسوع وقال له لا تث روا فيك نقطة لا يستطيع أحد أن يأتي إلي إلا إذا جذبه الآب الذي أرسلني وسأقي هو في آلي الأخير يحنى 6 من 42 إلى 44 درس الكتاب آل قدس كتاب روحي ولا يجب تفسيره حرفيا فقط أي حاولة للاقتراب فقط نال كتب آل قدسة بال عن الحرفي سيؤدي إلى سوء الفوضى لا يأن كنا الحصول على عن واضح و وجزاء للكتاب آل قدس إلا ناخلال إلها الروح القدس لذلك يجب أن يكون أطفال الله فيه زاج روحي عنده ألف يدرسون كتبه القدسة علينا أن نصلي نأجل فهي واضح وتفسيرات روحية أيضا علينا أن نصلي نأجل أنيا نحن الله نعي تل تطبيق الكتاب آل قدس بشكل ناسب في حياتنا لا شك أن الله سيبارك نداء ألف كله أكنا حسسين و يلين روحيا إلى كل تهقل قدسة دعاء عزيزي الله الرجاء سعادتي في تفسير الكتب آل قدسة روحيا لا تدعني أعتبر الكتاب آل قدس أحد تلك الكتب في آل كتبة لكن دعني أعتبره كتابا له ألف يأتي نلاه دعني أحى لإنجيلي بكرا تنوى أدرسه بتوقع أن أحصل على بركتك باركني كل ألف درست كل تك ودع بركاتي تست رافيزيادة كلي باس يسوع آل سيح أتقد بطلباتي ألف مد ين ألف مد 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 اشتركوا في القناة